موسيقى مدينة دي مكنس رأى عاصمة دي المملكة المغربية رأى العاصمة دي المنى إسماعيل مدينة في وسط المغرب عندها نشط فلاحي ومعروفة بالمعارض الفلاحي التي يتقان في المغرب ومعارض الكبرى في إفريقيا مكنس كا تمييز بالماءاتير التاريخية في الدرجة اللولى والسياحة عندهم سياحة قليلة شوية ما يعطينا شيء أهمية كبيرة والفلاحة تي عندها ميزة مزيانة من ناحية المدينة لها مزيان الجو مدينة يعني أتارية وفيها واحد مجموعة دي اللي كانت تنوع في الساكينة وكان فلاحة كانت مناطق فلاحية يعني في لزالونتور ديالها في النواحي واني جاية في وسط المغرب يعني حتى من ناحية طقس كان هناك اعتدال يعني هذو هما الميزات فلاحة والخضراء وكل شيء والمدينة المزيانة والأثارات وكتعد من مدن القديمة اللي تيجي للسياح باكتراب حال فاس حال مراكس مدينة تاريخية المعروفة في مغرب كامل تتميز على باقي المدن بطاريخها العريق أنا أول مدينة عاصمة للدولة الإسماعيلية العلوية تتميز بمقاتير تاريخية ديالها اللي معروفة على صحيح التوراب الوطني بين ساحة الهدين شارع السواني حفز قارة بعض الماء القصور وعضة الرياضات عندها مقاتير سياحية جيت لها النهار في عيد المولود فهي معروفة بإحياء ديقرة ديال المويد النبوي وهي مدينة من المدن العريقة في المغرب معروفة بالضارح ديال اسميته الشيخ الكامل والضارح ديال الوالي صالح كيكون واحد حتيفال طقوسي تتميز أصلا بطبيعة خلابة ديالها بالمناظر الجميلة ديالها بالجو ديالها اللي الحمد لله أنتم ستتشوفوا الخيارات ديالها ان شاء الله وباقي من ناحية الجودة ديال الفلاحة كيان هناك مجموعة ديال المشاريع اللي ستنتمي لها مدينة مكناس من بناء المشروع ديال معروفة الدول الفلاحة وكيان هناك بعد الامتيازات الكوبرا كالمياه العدباء اللي موجودة الحمد لله فهذه المدينة الكريمة المعيشة مزيانة من ناحية المعيشة نشاء خيصة أعلق مع المستوى ديال الساكينة مزيان كيان الخضراء كيان طبيعة الحال لدينا دائرة بها منطقة فلاحية يعني رغضي سؤال يكون واحد كسيفاء يعني نوعنا ما ديال ما هو فلاحي قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو ديروا جام وتابعوا الدار على مواقع تواصل اجتماعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة